السلام عليكم ورحمة الله بعد انتهاء غزوة أحد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد أصيب المسلمون فقال بعضهم لبعض من أين أصابنا هذا؟ أقد وعدنا الله النصر فأنزل الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده ولقد حقق الله لكم ما وعدكم به من نصر وظفر ونصركم على المشركين في أول الأمر ولقد تحقق النصر حين حققتم الشرط قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ فمفتاح النصر هو طاعة أمر الله ورسوله هو الصبر إذ تحسونهم بإذنه يعني إيه تحسونهم من أقوال العرب حسه أي قتله لأنه أبطل حواسه بالقتل ومن أقوال العرب أيضا حس الزرع أي قلعه من جزره وبالفعل استطاع المسلمون قتل صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء حتى سقطت راية المشركين على الأرض ولم يكن ذلك إلا بإذن الله تعالى وتيسيره ورعايته ومعونته فر المشركون من أرض المعركة وتركوا الغنائم خلفهم ولاحت في الأفق بشائر النصر فصاح كثير من الرماه انتصرنا انتصرنا الغنيمة الغنيمة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرهم ألا يبرحوا مكانهم فخالف الكثير من الرماه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت على جبل الرماه إلا قل مؤمنة بقيادة أصحابي الجليل عبد الله بن جبير والذين ذكروا إخوانهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا وانطلقوا لجمع الغنائم وصور الله عز وجل ما حدث من الرماه في غزوة أحد حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر بدأ الأمر بالفشل وهو العجز عن الثبات والصبر ثم تبع ذلك التنازع والتخاصم والاختلاف ثم ترك معظم الرماه أماكنهم ونزلوا إلى ميدان المعركة لجمع الغنائم أعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون أعصيتم أمر رسولكم حين أمركم ألا تفارقوا أماكنكم بأي حال من بعد ما أراكم الله ما تحبون من بشائر النصر وانخذال الأعداء وهروبهم فحلت بكم الهزيمة من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر منكم من يريد الدنيا وتبين أن منكم من يريد الدنيا وما فيها من غنائم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد ومنكم من يريد الآخرة وإن منكم من يطلب الآخرة وثوابها ولزم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت في مكانه ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرف الله وجوهكم عن عدوكم ليختبركم بالهزيمة أذلك ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي والصابر من الجازع والطيب من الخبيث ولا قد عفى عنكم وقد علم الله ندمكم وتوبتكم فعفى عنكم فمسح آلامهم وأذهب الحصرة من قلوبهم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل عظيم على المؤمنين حيث من عليهم بالإسلام وهداهم لشرائعه وعفى عنهم سيئاتهم وأثابهم على مصيبتهم ولم يستأصلهم وإنما عقبهم ببعض ذنوبهم كانت هزيمة أحد درس قاسي للمسلمين وأدركوا أنه لا نصر إلا بطاعة الله ورسوله ثم بدأ سجل حافل بالانتصارات والبطولات رضي الله عن الصحابة أجمعين جزاكم الله خيرا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين